وكان خادم للملك ابنه مريض في كفرنحوم هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية الجليل انطلق إليه وسأله أن ينزل إلى كفرنحوم ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت أنتم لا تؤمنون إن لم تروا آيات عجاب يا سيدي انزل معي قبل أن يموت ابني اذهب ابنك حي فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين ابنك حيوني الآن فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعارها ليلة أمس في الساعة السابعة تركته الحمى ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع ابنك حي فآمن هو وبيته كله هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل ترجمة نانسي قنقره